شركة شاومي اطلقت جهازين عالميا ايه امكانياتهم وايه اسعارهم وهل حلوين ولا لا يلا بينا هنعرف كل حاجة اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة مو بي سي النهاردة هنتكلم عن جهازين وهما شاومي ريدمي نوت 9T وشاومي ريدمي 9T وهنتكلم عن كل موصفات الجهازين ومميزاتهم وعيوبهم وكمان في اخر الفيديو هنوضح لك اسعار الجهازين في مصر وفي السعودية واسعارهم بالدولار سواء سعر متوقع او سعر رسمي اعمل وقت للفيديو واشتراك للقناة ويلا بينا نبدأ الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزاته وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد مواصفات شاومي ريدمي نوت 9T وشاومي ريدمي 9T هنتكلم الاول عن الشاشة في شاومي ريدمي 9T وهي بتجي من نوع ماي بي اس الي سي دي وبتيجي بحجم ستة وتلاتة وخمسين من مية بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة الفين تلتمية واربعين في الف وتمانين بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات تلتمية خمسة وتسعين بيكسل لكل انش وهنا الكاميرا الامامية جاية على شكل نوتش ومعدل تحديث الشاشة ستين هرتز والشاشة عليها طابعة حماية جوريلا جلس الجيل الثالت الشاشة بالنسبة للفقة سعرية بتاعت الجهاز كويسة جدا وهتقدم لها قطاع كويس بالنسبة للشاشة في شاومي ريدمي نوت 9T الشاشة بتجي من نوع باس الي سي دي وبتيجي بحجم ستة وتلاتة وخمسين من مية بوصة بجودة فول اتش دي بلس وبدقة الفين تلتمية واربعين في الف وتمانين بيكسل بمعدل كسافة بيكسلات تلتمية خمسة وتسعين بيكسل لكل انش وهنا الكاميرا امامية جاي على شكل صجب والشاشة بتدعم معدل تحديس تسعين هرتز وعليها طبقة حماية جوريلا جلس الجيل الخامس برضو الشاشة هنا على فقت الجهاز وسعره هتقدم لها قطاع كويس جدا المعالج في شاومي ريدمي تسعة تي بيجي سناب درجون ستمية اتنين وستين بدك التصنيع حداشر نانو المعالج على سعر الجهاز كويس جدا وهيقدم لها قطاع كويس كتصفح واستخدام يومي وتنكل بين التطبيقات والبرامج وكمان هقدم لها قطاع كويس في الالعاب ولكن فيه هاتف تانية من شاومي ارخص في السعر وبتقدم معالجات اقوى بس ده طبعا ما يمنعش ان المعالج ده كويس جدا وهيقدم لها قطاع كويس هنيجي للمعالج في شاومي ريدمي نوت تسعة تي 5 جي وهو بيجي ميديا تيك ديمينشي تي 800 يو بدك التصنيع سبع نانو المعالج ده بيدعم خدمات الجيل الخامس وادا قريب من معالج سناب دراجون 750 جي حسب منصة انتوتو المعالج هنا على سعر الجهاز وفقته ممتاز جدا وهيقدم لك ده ممتاز في كل حاجة ده بالاضافة طبعا ان المعالج ده موفر للطاقة يعني من الاخر المعالج ده على سعر الجهاز وفقته ممتاز جهاز شاومي ريدمي تسعة تي بيجيب تلات نسخ اول نسخة اربعة وستين جيجا مع اربعة جيجا رام والتانية مية تمانية وعشرين جيجا مع اربعة جيجا رام برضو والتالتة مية تمانية وعشرين جيجا مع ستة جيجا رام وبالنسبة لشاومي ريدمي نوت تسعة تي بيجيب نسختين الاولى اربعة وستين جيجا مع اربعة جيجا رام والتانية مية تمانية وعشرين جيجا مع اربعة جيجا رام والجهازين بيدعموا تركيب كارت موموري خارجي موبايل شاومي ريدمة تسعة تياه بياجه باربع كاميرات خلفية. الكاميرا الاولى تمانيه واربعين ميجابيكسل. ودي الكاميرا الاساسية. والكاميرا التانية تمانية ميجابيكسل ودي التصوير بزاوية واسعة. والتالتة اتنين ميجابيكسل. ودي كاميرا ماكرو. لطصور الحاجات من قلق wanna amazing tool . والربعة اتنين ميجابيكسل. ودي كاميرا لعمل العزل. وهنا الكاميرا الخلفية بتصوير فيزيزيات بجودة فول اتش دي بمعدل ثلاثين فريم في الثانية. هنيجي للقامرة في شاومي ريدمي نوت تسعة تي. والموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية. الاولة تمانية واربعين ميجابيكسل ودي الاساسية. والقامرة التانية اتنين ميجابيكسل ودي ماكرو. لتصوير الحاجات من قريب جدا. والتالتة اتنين ميجابيكسل ودي للعزل. وهنا في الجهاز ده الكامرة الخلفية بتصور الفيديات بجودة فورك بمعدل تلاتين فريم في الثانية. الكامرة الامامية في شاومي ريد مي تسة تي بتيجي تمانية ميجا باكسل اما الكاميرا الامامية في شاومي ريد مي نوت 9 تي بتيجي تلتاشر ميجا باكسل كاميرا. والامامية في الجهازين بتصور فيديوهات بجودة فول اتش دي بمعدل تلاتين في الثانية. البطارية في ريد مي تسعة تي بتيجي بحجم ستلاف ميلا ام بير. البطارية هتقدم لك ده كويس. بالاضافة لدعمال شحن السياع بكوت تمنتاشر وط. وبتدعم الشحن العكسي بكوت、 اتنين واط ونص وبالنسبة لبطارية في ريدمي نوت تسعة تيه بتيجي خمس تلاف ميلا امبير وبرضو بتدعم شحن السريع بكوة تمنتاشر واط الجهازين بيجوا باندرويد عشرة والجهازين بدعموا ان افسي والجهازين بدعموا منفذ السماعات وبالنسبة لمنفذ الشحن بتاع الموبايل بيجي من نوع افسي في الجهازين خمات الهاتف في الجهازين من البلاستيك ولكن لسه مش مؤكد الريدمي تسعة تيه بيجي باربع الوان وهم الرمادي والازرق والبرتقالي وبالنسبة للالوان بتاعت الريدمي نوت تسعة تيه بيجيب له نين وهم الاسود والبنافسيجي الجهازين طبعا بيدعموا مستشعر البصمة وموجودة في زرار الباور ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما نخش عن المميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب مميزات موبايل ريدمي نوت تسعة تيه وريدمي تسعة تيه المعالج في الجهازين كويس وهيديم ناخداء كويس وطبعا المعالج في الريدمي نوت تسعة تيه ممتاز جدا الشاشة في الجهازين كويسة جدا هتاخد اداء كويس من البطارية في الجهازين الموبايلين بدعمه ودي حاجة كويسة جدا. ولكن النسخة الريدمي تسعة تيه اللي بتدعم ان افسي بتزيد في السعر حوالي عشرة دولار عن النسخة اللي ما بتدعمش. يعني التليفون نزل منه نسختين. النسخة بتدعم ان افسي. والنسخة ما بتدعمش. وانت ليك حرية الاختيار. ولكن النسخة اللي بتدعم زادة عشرة دولار. هيومه بقى الريدمي نوت تسعة تيه وريدمي تسعة تيه. الشحن السريع في الريدمي نوت تسعة تيه مش اسرع حاجة في الفئة دي. المعالج في ريدمي 9T كويس جدا ولكن فيه هواتف تانية من شاومي بسعر ارخص وفي نفس الفئة بتقدم معالجات افضل واقوى ودلوقتي هوضح سعر الجهازين في مصر وفي السعودية وسعر اطلاقه قبل ما قللك الاسعار خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار متوقعة وده لان الجهازين لسه منزلوش مصر ولا السعودية سعر شاومي ريدمي 9T الاسعار اللي هو لها دلوقتي لنسخة 64 جيجا مساحة دخلية مع 4 جيجا رام تم اطلاق الهاتف عالميا بسعر 195 دولار السعر المتوقع في مصر 3000 جنيه السعر المتوقع في السعودية 720 ريال سعر شاومي ريدمي 9T الاسعار برضو لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام تم اطلاق الهاتف عالميا بسعر 280 دولار السعر المتوقع في مصر 4300 جنيه السعر المتوقع في السعودية 1030 ريال من خلال موقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارم من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش تدور علي انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو فيه موبايل معين عزينا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات وكمان مستني اراك في شاومي ريدمي نوت 9T وشاومي ريدمي 9T اتمنى يكون الفيديو عجبكم اعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة اشتركوا في القناة